كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كرم عددا من أسر الشهداء في حفل عيد الشرطة الحادي والسبعين حيث استقبل الرئيس السيسي أبناء وأسر الشهداء بحافاوة وسط تصفيق من الحضورة وقام الرئيس السيسي بتكريم الدكتورة الليلة تكلا زوجة البطل عبد الكريم درويش ومونة دولفقار كريمة البطل صلاح دولفقار وآخرين اشتركوا في القناة